وأتمنى أن تتحول هذه التصريحات إلى برامج إلى مشاريع إلى قرارات مشتركة وأن لا تبقى على مستوى الخطاب وعلى مستوى فقط العناق والقبلات الموجودة هنا وهناك وقال كمنا الأخرى وتجاوزنا الخلافة الموجودة بناتنا وبعد يوم أو يومين أو ثلاثين نسمع تصريحات أخت أخرى ومقاربة أخت أخرى والتفاف هنا والتفاف هنا كما كنا نعلم نتمنى أن تختفي كل هذه المظاهر اللي كنا نعرفوها وأن نصدق يوما لأننا لك شعبا شعوبا لن ندل لك الآن كمحلل سياسي ولكن أنا مواطن عربي أنظر إلى هذه المظاهر وأتمنى وأرغب كأي مواطن على أنه يعني هذا الخطف يومي من الأيام أننا نصدق ما تقولون وترجع ثقة على المجتمع العربي يريد أن يكون له ثقة في حكامه وأنظمته من أجل أن يصنع المستقبل ويرتقي بنفسه وبأوطانه بدون أدنى شك هذا وعي كبير جدا ومتزايد في المنطقة العربية يعني بالمناسبة ولذلك فالعرب اليوم أمام هذه الفرصة التاريخية الكبيرة جدا الجزائر توفر هذه الفرصة بكل ما تحميله وما تتمتع به وتتميز به من يعني قيم من أيضا تاريخ من يعني أيضا الرؤية ولذلك ففرصة موجودة أعتقد أننا لا يجب محرام أن نهدر هذه الفرصة